في محافظة واسط تنبعث رائحة الموت من مداخن حقل الأحدب النفطي لتقتل سكان قرى ناحية الأحرار بالأمراض المسرطنة يقول السكان المحليون المجاورون لحقل الأحدب إن العديد من أفراد عائلاتهم أصيبوا بأمراض مختلفة منها سرطانية وجلدية أدت لحدوث وفيات عدة إضافة إلى أمراض ضيق التنفس عند الأطفال وكبار السن بسبب انبعاثات الغاز المصاحب لإنتاج النفط الأمراض هاي كلها من هاي الحقل النفطي مال الأحدب لأن أنا بالنسبة لي بيت واحد عدي أربع عصابات عدي ابني هاي جنة وأخوها صغير وعدي أخوي وأنا نفسي الحالة هم عدي قارون مزمين كلها من هاي الغازات النفطية اللي تطلع علينا من الأحدب وحسب اتجاه الريح يعني كل المنطقة متأثرة الأحرار إذا صار الهوى نقول شرجي لها جمالتنا تضرر الناحية يصير الهوى الشمال تضرر منطقتنا المزاق وما يتباحها غريها والزلمة واحد وبينا ميت بيت كلها تعاني من هاي المشكلة ليس السكان فقط من تجرعوا سم التلوث النفطي فالمواشي هي الأخرى أصابها المرض وأدى إلى نفوق أعداد كبيرة منها أنهيناها وراحت يعني تمرضت شتاكل ما هي متمرضة تاكل يعني شايف شون واحد يعني مخلي لأشي بصخام بش مخلي هذا الأكل مالتها كلها صخام وكما جرت العادة في العراق الجديد فإن مناشدات السكان للجهات الحكومية بالتدخل وإيجاد حلول جذرية لمشكلة تلوث الهواء والتربة قوبلت بالتجاهل طبعا ناشدنا عدة جهات حكومية منظمات مجتمع مدني منظمات دولية أيضا قنوات طلعت ولكن دون جدوى ويبدو أن أكثر ما يهم السلطات الحكومية هو استثمار الحقول النفطية في واسط وباقي المحافظات والتربح من صفقاتها بعيدا عن معايير السلامة البيئية التي يفترض إلزام الشركات الأجنبية بها